رح نشوف ايش اللي بواكب وبوائم التغيرات اللي حاصلة بالمجتمع مع القانون واش بوائمها مع المرأة احنا اليوم في صدد عقد لقاء بمناقشة القانون الفلسطيني ورؤية المرأة وموائمته للعدالة ووصول المرأة للقانون هدفنا اليوم هو عرض بعض القوانين المعمول فيها ورؤية وعكس ما تصل اليه المرأة من هذا القانون لحقوقها رح نسلط بعض الوقت على التعديلات المطلوبة كنساء كجمعية مرأة عاملة التعديلات المطلوبة لوصول النساء للحق والعدالة رح نطلح بعض التعديلات اللي اجريت ونشوف ايش موائمتها مع حقوق المرأة اللي بتضمن وصولها الى القانون تتم التركيز في هذا اللقاء اليوم على انصاف المرأة لإصالها الى العدالة حسن ضمن قوانين تكفل لها حقوقها وواجباتها ومنع المساس بها ومساواتها بالرجل وهذا ما نطمح اليه في ظل القانون فلسطيني ان شاء الله قادم قضايا العنف الاسري قضايا الاعتداءات الجنسية قضايا الخلع قضايا الخلافات الزوجية اللي بنتج عنها خلاف مع الاطفال ومصير هاي الاطفال كل هاي قضايا هاي بحاجة الى دراسة من قبل الهيئات العلية المختصة في الموضوع احنا في محافظة الكريم نأمل ان يكون هناك شيء في هذا الموضوع هام وجد ونطمح الى يصال المرأة العدالة ضمن قانون ينصفها ويعدلها طبعا هاي الورش العمل هي بتساعد النساء الفلسطينيات على اخذ حقوقهم ومنوصلهم انه منحطهم على اول الطريق اللي بادروا فيها وياخدوا حقوقهم من المظلومين فيها طبعا هاي الورشات احنا بنفذها كمان في الكرب الغالب في الريف يعني بيكون ورشيات داخل الريف لان النساء الريفيات هم اكثر ما يكونوا انه مضغطين وما بيقدر يوصلوا لعدل ولا اخذ حقوقهم فبهاي الورشات احنا بنقدر نساعدهم وخصوصا مع انه بكون وحدة بحماية الاسرة بالشرطة معنا بتساعدنا في هذا الموضوع كتير وممكن كتير نحل مشاكل عن طريق هاي الورشات